موسيقى 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 لن تمر يعني ما رح يكون فيه إمكانية ليكون فيه إخفاقات أمنية كبيرة أما أنه نحن نتوقع أنه يبطل فيه ولا واحد ممكن يعبروا الحدود بين لبنان وصوريا ويهرب معه برودي أو يهرب معه شوية رصاص ليبيعون لا يعني بيكون فيها مبالغة وهذا الشي غير ممكن الحديث عن أنه القاعدة موجودة في لبنان يعني اليوم البعض بيقول استاذ مروان أنه لحد اليوم ما أثبت أنه فيه قاعدة بصوريا سوريا رغم كل ما تعانيه سوريا اليوم من أزمات ومن تفجيرات وهو ما حدا قال في قاعدة بسوريا رسميا يعني اليوم عم يطلع رسالة إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة من مندوب سوريا يقول فيها في قاعدة بلبنان مع ما يستوجب هذا من تدخلات ومن تعاطي مع لبنان كبلة درهاب اليوم أول شي القاعدة القاعدة أينما وجدت ما بحياتها بتحط قرمة وبتفتح مكتب مزبوط متسطين على هذا الموضوع وبغض النظر أنا ما بهمني إذا كان اسم قاعدة أو إذا كان ما اسم قاعدة أنا بني شوف شو الميول وشو التفكير تبعهم وشو عم يجربوا يعملوا هل في تحضير لعمليات إرهابية في لبنان هل ما حصل في شمال لبنان عمل إرهابي نعم أم لا أنا بالنسبة لأيلي نعم هو عمل إرهابي بشكل ليه لأنه أرهب أرهب الساكنين هناك بالنسبة للحكومة بالنسبة للحكومة كانت واضح الحكومة وحيث أكد مرة عاشرة يمكن إذا مش أكتر فخامة الرئيس ودولة الرئيس على دعم الجيش والقوى الأمنية بتنفيذ مهامهم وبعدم السماح لحدا أن يعكر السلم الأهلي هذا الشيء تم وهذا الشيء عا بيصير وبالتالي الحكومة واضح موقفة والحكومة بهذا الموضوع حازمة ولن تتساهل مع حدا اللي بيحاول أنه أيمص بالأمن اللبناني حاجة أدخل على محور الحكومة والتعاطية لكن مثلا رئيس ميقاتي يرد على رسالة الجعفري بأنها تأجيج للخلافات نعم كيف قرأت هذه الرسالة بهذا الوقت وأنه شكوى سورية من لبنان وعلى لبنان يعني يعني أنا أقول سوريا دولة مستقلة ولا على الحق أن تقوم بما تريد ونحنا كمان فينا نعمل اللي نحنا نشوفه الناس ولمصلحة أنا بدي أحكي أنه لبنان عم يقوم بكل شيء عم يقوم فيه لمصلحته الداخلية لمصلحته القومية بغض النظر على إذا هذا الشيء بيتطابق أو ما بيتطابق مع المصلحة السورية سفير سوريا في الأمم المتحدة يوجه رسالة إلى بن كيمون فنحنا ما بعرف الشو ده خلنا نحنا نرد عليها أصلا يعني بصراحة ما هو عم يشكي لبنان ماشي إلا يوجهونا أنتوا أقلوا وما فيكن تردوا أنه لا ما فيه عنا أو فيه عنا يعني فيه يعني خلينا نرجع من شيء من فوت ما فيه رد لبناني حيكون على السينة يعني خلينا من فوت عن جد بالتسميات أنا برأيي الجميع مجمع بما فيهون وزير الداخلية العميد شاربل مجمعين نحنا أنه فيه عمل إرهابي بلبنان يسميك الواحد مثل ما بده يعني أنا ما بهمني ما بعرف إذا هني بالمعنى هني قاعدة أو غير قاعدة أنا بعرف أنه فيه عمل إرهابي بلبنان ونحنا ما رح نخليه هذا العمل أنه يستمر والدليل على ذلك ما حصله بترابلوس وتدخل الدولي بترابلوس تدخل الجيش اللبناني وقمع المخالفات وتوقيف بعض الأشخاص حضرتك مع أنه الحكومة اللبنانية ترد على هذه الرسالة رسالة الرشاة نحنا مع العمل يعني أنا مع أنه نشتغل نحنا لنضمن نحنا مصلحتنا وبالتالي إذا كان يعني أنا مثلا إذا كان فعليا في بعض الأشخاص المذكورين برسالته للسفير السوري في الأول المتحدة موجودين عن جد على الأراضي اللبنانية أنا بتمنى أنه يتم القبض عليهم ونشوف إذا كانوا هني فيتين على لبنان خلصة أم قانونا قانونا نشوف كيف نتعاطى معهم إذا خلصة يرحلوا بسوه يعني أنتوا عرفتوا فيهم هيدور الأسماء كحكومة وهي دي الأسلحة اللي عم تتهرب وكل هذا المضمون مضمون الرسالة المفنة دي عرفتوا فيها قبل ما يرسلها لا لا بالإعلام يعني أنتوا ما بلقوا أنه هو قال أنه الجيش بس ما هو عم بقول الجيش اللبناني ألقى القبض عليهم ماشي بس وبعدة أماكن كانت بالألمون بالبترون بوري خالد بيعطى الممطقة الجيش اللبناني لا يعتمد على تعليمات من السفير السوري في الأمم المتحدة لا يتحرك الجيش اللبناني عنده قرار من الحكومة اللبنانية أن يتحرك على الأرض ويلقي القبض على كل شخص خلى بالأمن أو ينوي الخلال بالأمن وبالتالي عمل الجيش اللبناني هذا بيأكد أنه على قرار الحكومة الصائب أنه ما تخلي حدا يستغل بس الجيش اللبناني بيعطي الحكومة السورية معلوماته ولا مفروض يعطيهم الحكومة اللبنانية لا بيعطيهم الحكومة اللبنانية طبعا بس تفوجئ الوزراء بهذه المعلومات لا لا عفوا أنه في 30 وزير مش 30 وزير بيشتغلوا أمن مش 30 وزير شغلتهم يتابعوا القوى الأمنية شو عم تعمل هذه من اختصاص وزير الدخلية ووزير الدفاع والمجلس أعلى للدفاع يعني مش كل وزير يعني أنا ما بيجوا بيخبروني أنا بصفتي وزير بالحكومة ما منبلش عنا فقرة عن الأمن كل يوم ومين كماش الجيش ومين فلت الجيش ومين كماش حقوق الأمن من فلت بس أقلوا بتقولوا أنه في شبكة مألفة يعني عم بيحكي بالألمون في 50 شخص نبعس في هذا معنا جلسة مجلسة وزراء الأربع وفي أسماء من دمنا أسماء عربية يعني قطرية سعودية مصرية ليبيا ماشي بس ما مارف يعطعتوا أهمية جديدة على هذا البي يعني نحنا شغلتنا ومخصوصا منه أنه رياض الأسعد باللبنان ورجعوا بعدين جيش السوري الحر حكي أنه بتركية نحنا إذا كابل لبنان ما نكمشو ما فيه أوضح منه ما نكمشو ما نكمشو لأنه نشوف أكيد فايت خلصة أكيد منه فايت على الحدود وخاتم جوازه وأكيد منه لاجئ وإذا فايت كلاجئ لا نحنا ما يعني نحنا ما وصلنا لمرحلة بلبنان أنه النقوي أشخاص يقومون بعمليات عسكرية في بلد شقيق ما وصلنا لهالمحل هذا نحنا ما بنا يجي على لبنان لأنه لبنان قرر أن ينقى بنفسه النقى بالنفسة يعني حماية فريق ضد فريق آخر نحنا بنسبة لقلنا لبنان ممنوع حدا يستعمله حدا إطلاقا ميما كان يكون لا يعمل عمل عسكري من خلاله لا يسلح من خلاله حماية للبنان هادي هي النقى بالنفسة هوني البعض قرأ بهذه الرسالة مشان هاتها الأد أخذت أهميتها لأنه قتت نتيجة أحداث الشمال ولأنه قتت نتيجة يعني أصوات اليوم عم بتقول نحنا الجيش اللبناني عم يتقوص عليه بالشمال فلابد من عودة الجيش السوري إلى الشمال سيسر البعض يقول أنه الجيش السوري مش فاضح لا عودة الجيش السوري إلى الشمال وليكف البعض عن حملات التحريض السخيفة المؤذية اللي ماشي فيها بخطاباته السياسية اللي هي عم بتشنج الشارع واللي هي عم تخلق مشاكل بين الأخوة اللبنانيين يتضبضبوا عيب والله عيب يعني أنه ما تعلمنا بكل شيء يصار فينا باللبنان لنرجع اليوم نحرد الشارع ونتهم بعضنا بكل واحد بالخيانة ولا بالولاء لمحل أو لآخر والله عيب خاني نشتغل مصلحة لبنان إذا الكل بيفكر بمصلحة لبنان أنا برأيي ما ممكن إلا ما نكون متفقين ما إلا مصلحة إحنا بكل شيء هذا عب يصير إحنا إذا كان أنا بدي أفترض الحديث اللي عبير حكى أنه السوريين عندهم نية صدروا الأزمة تبعيتهم إلى لبنان ممتاز لا نفترض أنه هذا الشيء مظبوط طيب أليس من جدير أنه من الأفريقاء اللبنانيين اللي هني وعيين جداً للمصلحة القومية اللبنانية وكما شعيد الموضوع مش أحسن هني يضبوا جماعتهم مين اللي يضبوا جماعتهم يعني اليوم هيدا السؤال وهيدا اللي سمعتوه على طول المجلس الوزر أيضاً على الوزير يعني لما حتى عن رفع الغطاء عن المسلحين صار في بعض الوزراء سألوا لمين المغطى المسلحين يعني إذا في حدا بيناتنا قاعد ومغطى المسلحين أول شي مش كل الأفريقاء اللي ظهروا أنه عندهم عندهم قدرة أو عندهم يعني نوع من جماعة موجودين على الأرض بطرابلس مش كلهم ممثلين بمجلس الوزراء هاي أولاً ثانياً خلينا نكون واضحين بكل لبنان مش بس بطرابلس بكل لبنان لا أحد يطلق رصاصة واحدة لا على جيش ولا على غير جيش يمكن بس سناء مشكل فردي صغير بيكون بس أنه لا أحد يطلق رصاص على الجيش أو غير الجيش دون أن يكون هناك غطاء وقرار سياسي بشكل أو بآخر هذا لبنان وإحنا بنعرفه ما في حدا بيحمل بروضي بوجهه على الجيش وبيبلش رصاص إلا ما يكون في حدا مغطي إذا بتراجعي أنت خطابات اللي ألقاها بدي أحكي على النواب والوزراء بآخر فترة رح تشوفي أنه في عدد من النواب كان يؤجج للفتنة وعدد من النواب أعلق بهدي اللعبة واتنيناتهم من نفس الفريق السياسي فيجب يعني هيك مراجعة هذا الموضوع هيك شوي بدقة بس هنا حضرتك أقول فيه قرار اليوم فيه على طاولة مجلس الوزراء مفروض خمس وزراء نعم أو خمس بعالية ما بمسوا كل قول من ترابلس ما بمسوا كل قول بس هولي الفعالية يعني الوزير محاس مترابلس يعني مثلا بأحدى المداخلات بمجلس الوزراء بحسب ما تستربى بالوزير غازي العريضة قال أنتو سلحتو في منكن مين هو اللي مول وسلح هايدي المجموعات إما لأسباب انتخابية وإما لأسباب مذهبية وقال إنه هيدول الأشخاص كمان يتحملوا مسئولية وخلينا كلنا نتحمل مسئولية طيب على طاولة مجلس الوزراء في خمس فعاليات مترابلس وفي خمس شخصيات مترابلس أيضا عندهم وزنهم وتقلن بالشارع الترابلس مية بمية كمان هن شركاء بهذا القرار قرار التسليح وقرار الزعز عدد عمل هذه المفعات ما مذكر الوزير العريض دي بهذا الحديث اللي تفضلتي فيه يعني ما بظن بيحكي بهالروحية بس على كل حال الكل بالنتيجة بدو يتعاون ولنجرب نوفر حمام دم بأي محل يعني اليوم ترابلس بالنتيجة تعاون القوى كلها ترابلسية كلهم معارضة ومولاد خلى الجيش يفوت باتفاق على دخوله بدون ما أنه يكون فيه هدر للدم بشكل كبير وهيدا شيء مشكور ومحمود وإن شاء الله يعني إن شاء الله بتكون خاتمة هالهيدا إنما بصراحة اليوم الجو بترابلس ما أنه هيك الجو بترابلس بعده فيه جامر تحت الرماد فيه جامر تحت الرماد وفيه دور الدولي اللي يجب أن تعمله شو هو هذا الدور؟ ده دور يعني الفقر بترابلس شيء مش معقول بتروح بتشوفه أنت الأحياء بترابلس بتعتبره مت كأنه عيشين يعني مش بعالم تالت بعالم عشرين يمكن بس هل الفقر هو شرط لحمد السلاح ياما في فقر اليوم ما حمد السلاح وياما في فقر اليوم ما بيقاط له عن غيرهم بيخلق بيئة بيخلق بيئة وعندي كمان ظلم كبير بموضوع الموقفين الإسلاميين اللي كمان لا يجوز ومن غير المقبول وغير المنطق أن يبقى أشخاص في دولة بتحترم حالها ونحن بيعتبر بنحترم حالنا نحن بلبنان خمس سنين صارلوا موقفين بدون محاكمة بحجة شو أنه ما في قاعة بتساعدهم مش هو الحاجة هيدا هيدا كلام مرسول تب حدث لكن ضمن اللجنة المفروض تالي وعيدا الأمر شو صار فيه عب تخلص القاعة مظبوط صار في قاعة بسجن رومي هلأ في تعمر تقاعة حدث جن رومي مفروض كان تخلص بآخر شهر خمسة يمكن تتأخر أسبوعين أو ثلاثة لا تخلص رح تخلص بس الحديث مش هون يعني أنا بالنسبة لأيلي نحن جينا وأسرعنا وعطينا التعليمات والرئيس ميقاتي طلب مني وأنا اشتغلت كتير عيدا الموضوع لنخلص بناء القاعة بشكل سريع وحكينا مع المقاول مع مجل عبر مجلس ماء والأمار كان هو بده يخلص يمكن بشهر 11 رصينا لا يشتغلوا دابل شيفت جبنا له موافقة من قوى الأمن لا يشتغل بالليل إلا ما هناك لنخلصها بسرعة بس أنا ما عم بحكي على نحن شو عملنا بآخر 6 شهر أنا عم بحكي على جسم القضاء ككل والدولة اللبنانية ككل شو عملت بآخر 5 سنين 5 سنين ما تحاكمه طب ليه ما اليوم فيش فيش شئ العجل كما أقول لك ليه ليش هيدون الناس ما بدوا يتحاكم وحدا يطلع يقول بصراحة لا بصراحة ليه لا خباب ما في سبب ما في سبب إلا تقصير أنا برأيي ليه ما بدون لأنه لا يتحاكموا هني حوالي يمكن الميتين موقوف بنفس الجرم عم يتحاكموا بالقانون اللبناني لازم يكونوا موجودين بنفس المحكمة إذا كل واحد منهم جاب محامة هاي صار 400 شخص في هايدي بتكون مفتوحة جميعا للجمهور هايدي المحكمات اعتبري كل واحد إجا واحد من عائلته هيصرنا 600 أو 700 شخص ما في قاعة بتساعهم يا بس هيدا لا يجوز يعني أنا برأي يعني ما في قاعة ما في قاعة ما في قصر ما في قصر ما في ما أنت عندي قوانينك ما تساهم ساحة بالسجن يحكمون بالسجن ما فيكي بالقانون ما فيكي تاعة حكمة بالسجن على كل حال في يعني بس القصد أنه ما أجي حدا قال والله هيدا ما بيجوز خلينا نخلق الحل البديل مهما طلب هذا الحل البديل بما فيه أن نروع مجلس نوية يعني عمروا قاعة كرمال يعملوا فيها مهرجانات مش عمروا قاعة يعملوا فيها محاكمات عمروها بس أخذت خمس سنين خمس سنين بدأت لا لا بهم ما فكروا فيها وما في حدا نسأل أو ما في حدا كان مسؤول عن هذا المجوع شو هو الأرار السياسي الذي يمنع شو الحجة الأرار السياسي ما فيه قرار سياسي ما فيه رح يتحكم ما فيه قرار سياسي رح يتحكم مش هيك الجزء الأكبر منهم يمكن الجرم اللي ممكن يتحكموا فيه قضوا محكوميتهم بالحبس أكتر بكتير من ما يمكن يتحكموا كانوا بثلاث سنين ظلوا خمس سنين بالحبس لا هذا موضوع ما بيجوز وجد وصم تعار على الجمهورية اللبنانية ككل ويجب معالجته بأسرع وقت ممكن والقاعة الحمد لله يعني ما عاشو بتطول لتخلص وبالتالي مرة الكثير وبقي القليل بعد أدي حط لحالة الحكومة مهلة للانتهاء ولأكفال ملف الموقفين الإسلاميين أقله مثل ما قال الرئيس إصدار قرارات ظنية بحقهم هاي دي مش عند الحكومة هاي دي عند القضاء نحن نتمنى على القضاء وبتصور وزير العدل نقل هذا التمني كحكومة على القضاء بالإسراع قدر الإمكان واختصار الإجراءات من شان ما يكون بين الجلسي وجلسي كمان بكرة في عدد من الأسبوع أو الأشهر فنحن ما نقول أنه هذا الموضوع لازم يتم بسرعة بسرعة كتير بوطيرة مرتفعة من الجلسات لا يتوصلوا أنه إذا فيه كان ناس بياناتهم لازم يتحكموا ينحكموا يحكمون قضوا محكميتهم بفلوا على البيت ما قضوا محكميتهم بضلوا بالحبس والأبريا بياناتهم بيطلعوا كمان سماحة مفتل الجمهورية حدد يعني تموز هي مثل دادلاين يعني أنه إذا لم يتم محاكمة أو لم يتم الانتهاء من محاكمة الموقفين استمعين رح ينزلوا رح يصير الاعتصام بسحة رياضة الصلح نعم لتموز ما حدث فيه يعني نتيجة الوطيرة اللي عم تحكي يا حضرتك عين من هون لتموز يعني بعد فعلنا شهر حزيران وتموز أتوقع إنما كمان أقول إنه القضاء هو المسؤول عن هذا الموضوع والقضاء يعرف شأنه أكتر من غيره وأنا برأيي جو بالقضاء عموما صار واضح إنه فيه ناس مظلومين ومش محكمين ما بالنتيجة القاضي بشخصيته هو شخص عادل وإذا بتحكي معه هذا يعني بيعدل هاي شغلته بالحقيقة ما ممكن إنه يكون فيه قاضي عادل يقبل إنه يكون فيه أشخاص صارلوا خمس سنين كمان بإنه مشان ما حدا يكون عم بيزد على التاني إنه فيه ناس بتعمل هيك وناس ما بتعمل هيك ما نحنا كمان المحكمة الدولية والقضاء اللبناني حط زباط بالحبس ثلاث سنين ونص بدون ما يوجهلون اتهاء مباشرة أو بدون ما يكون فيه حكم بحقهم وبعد ثلاث سنين ونص طلعوا بدون ما يكونوا محكمين وطلعوا أبريا بالموضوع اللي التهموا فيه وما حدا عوضلون أي شيء يعني ما عرفت يعني على كل حال هيدا اللبنان بس نحنا عم نحاول نصلح طيب هل قرأتم يعني البعض يقول إنه قصة ترابلوس صحيح إنه بالظاهر كانت توقيف شادي المولوي وربطة بالموقوفين الإسلاميين إنما بعدين تحولت لأنه القرار الإقليمي والأزمة الإقليمية وإنه هلأ هبوا دفاعا عن سوريا يعني صارت العنوين تكبر بشكل غريب هذا هو الخطاب التحليمي وربطت بإنه أزمة هالأد كبيرة وهالأد مصرية وأزمة سوريا معمرة يوم ويومين يعني إذا نطرين نحنا نبلش هلأ مع سوريا يعني فيه سحب طويل وكل هذه الخطابات والخطباء الذين أطلقوا هذه الخطابات كلهم صبحانك يا ربي غيروا لهجتهم لما تبين إنه الأمن العام تحرك بناء لمعلومات من دولة غربية كبيرة مزبوط ولا لا معاش سمعنا حدا منهم نحكي مين يعني دولة غربية ما بعرف يسأل الأمن العام مش أنا بس بعرف إنه هذا اللي سمعته يعني اللي قرأته بالصحف عرفتي إنه سكتوا كله نهب وولعوا معارشو شوي بلحظة معاش حدا حكي تغيرت هذا كله لما تبين إنه إيه لأ إيه هدول يمكن الدولة الكبيرة هايدي أوكي أوكي مش سوريا خب ماشي حال بس كمين هون فيه تشكيك بهذا الأمر يعني كيف نحن مثلا نتحرك بناء لتعليمات دولة غربية كبيرة ونتهم بذات الوقت أو بعض الأطراف تتهم الغرب بالتدخل في الأزم السورية وبتسليح وبإنساء وخيامات نجوء يوجد تنسير لبنان بلد منه منه من غلق على نفسه نحن أجهزة أمية تبعيتنا تنسق مع الأجهزة تبع كل الدول الصديقة وهذا شي طبيعي لا إيقاف المطلوبين ولا لتجنب أزمات بلبنان أو عمال إرهبية بلبنان هذا شي طبيعي ننسق مع الكثير والكثير من الأجهزة لهذا لا يعني أنه نحن ناخد منهم أوامر إنما نعطي معلومات إذا كان لدينا معلومات عن شي ممكن يصير عندهم ونستقبل معلومات ونحللها ونتحرك على أساسها إذا كان تبتنا من هذه المعلومات هذا شي طبيعي جدا التبادل المعلومات الأمنية يتم بشكل يومي وبشكل إيجابي يعني ما هذه طبيعية ما أنه فيه حدا والله رابط مع دولي أو لا 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 بالعكس هذا شي أساسي مع الحفاظ طبعا على سيدة لبنان هذا شي طبيعي وبيصير يعني بكل الدول بيصير بس ما بتعتبر يعني البعض يقول أنه الفعل كان يعني أخف من يعني رد الفعل يعني البعض يقول بأنه تصرف الأمن العام لو كان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى كان رح يخفف من هيدا النتائج الكاريسية اللي شفناها وصفوط عشر دحايا نحن ما مريد أنا الأمور الأمنية ما بحب بوصفية على الإعلام بس من قال ما صار فيه تنسيق وما صار فيه طلب من جهاز خصوصا يعتبر نفسه هيك ولي على طرابلوس أنه دخيلكم ما تورطوني أنا بهالشغلة روح أنت تصرر معلومات كان فيه تنسيق مع فره المعلومات ما بعرف بس أنه فيه جهاز تمنع يعني عن مش تمنع تمنى أنه مش هو يكون اللي بده ينفذ يعني وأنا بخبرك شغلي هيدول الأمور الأمنية ما فيه واحد يجي يروح يعمل دعاية بالجريدة دعاية بالجريدة أنه يابا مين طلع باله يروح ينفذ هالبعلومة لأنه يختفي الشخص الهدف هلأ هذا الشخص من خطف مثل من حكى ومن هان ومن زل ومن حط بقبو تحت الأرض هذا الشخص تأخذ بناءا لتعليمات من قبل ضابطة عدلية لبنانية تاب على الجمهورية لبنانية بالتنسيق مع الرئيسات وقودع القضاء إذا كان بريئا ما فيه ولا إشكالية بيطلع إذا كان مش بري وفيه اتهامات جدية بحقه يبقى في يعني ما بده هالطوج هاي كله سوا وما بده مثل كأنه بس البعض عم بيقولها لأ بده يصير تشيط طبخة سياسية لا يطلع شادي المولوي وبغض النظر عن براءته أو غير براءته أو إدانته أو حتى بغض النظر إذا كانت المعلومات بالأول صحيحة أو غير صحيحة لأنه توقف بناء المعلومات فلننتظر فلننتظر نتائج التحقيق أنا لا أعلم فعلا لا أعلم يعني ما عندي معلومات أصلا بشو هو متهم وبشو عم يتحقق معه ففعلا ما عندي ولا أي معلومة أنا أقول بس هل تجرؤ اليوم الدولة اللبنانية مجددا أن تلقي القبض على أي مشتبه به في طرابلس تحديدا وفي الشمال عموما أي مشتبه به سيتم القاء القبض على بالشمال ولا بترابلس ولا ببيتي ولا وين ما كان يكون نحن ما رح نخلي حدا يخل بالأمن اللبناني خليها تكون واضحة بغض النظر على وين تواجد هذا الإنسان هلأ طلع كتير من الناس يحكوا على الطريقة اللي تم فيها الاعتقال أنا أحيي الأمن العام بالطريقة فعلا مع أنه فيه يمكن هفوي بموضوع أنه ولا بمكتب معالي وزير المالي ومزبوط هذا فيه يعني فيه حصاني وفيه فيه هذا إنما الرد هو أنه لو نحن رح نبنا نجيبه يمكن من محل مكان موجود وهو معه مرافقة ومعه ناس بتحميه يمكن كان تعرضة للقتل هو أو الأشخاص اللي معه أو أشخاص من الأمن هذا ما تنسي إذا مذكره من فترة مش طويلة فرع المعلومات جرى بيقضي قبض على أحد الأشخاص فيه طرابلس كمان بالمطارد اللي صارت قتل هذا الشخص وبالتالي معرفنا بريء مش بريء وهلون مجر نحن ما بدنا نحن عم نقول عملية نوعية إذا كان فيه عندنا أشخاص مطلوبين أفضل نكمشه لو كنا بالشكل شوي يمكن طلعنا عن المألوف إنما منكمشه لهذا الإنسان وإذا كان بريء بيتفلت وإذا كان مذنب يحاكم أفضل بكتير ما أنه نعرضه هو واللي معه والقوى الأمنية للخطر يعني رح تبقى معك مع الوزير لكن ننتقل إلى زميل كريستين حبيب لنطلع منها على أجواء ترابلوس التي يعني بحسب ما تبدو من الأمس حتى اليوم هي أجواء هادئة بهدوء حذر صباح خير كريستين صباح نور نانسي وصباح نور أيضا لمعالي الوزير نعم تفضل لكريستين كيف هي الأجواء في ترابلوس يعني لأول يوم منذ اندلاع هذه المواجهات في ترابلوس يمكن القول إن الوضع طبيعي اليوم في هذه المدينة الشمالية حركة السير طبيعية لا بل طبيعية جدا هنا في ساحة النور هناك في بعض الأحيان زحمة للسيارات حركة المواطنين أيضا طبيعية جميع المتاجر عادت لتفتح أبوابها وهناك تجول طبيعي للمواطنين في شوارع ترابلوس ولكن في المقابل الخيمة المعتصمين أو خيمة القوى السلفية لازالت موجودة هنا في ساحة النور وعلمنا أن هذا الاعتصام سوف يتواصل حتى يوم السلساء أي حتى معرفة مصير الموقوف شادي المولوي والذي طبعا اندلعت هذه المواجهات على إثر توقيفه القوى السلفية متواجدة هنا في هذه الخيمة طبعا تواجدها صباحا ليس بالكتافة عينها كما تواجدها في ساعات بعض الظهر وساعات المساء أما فيما يتعلق بالمحور الأساسي محور باب التبيني جبل محسن آخر ما شهده هذا المحور كان حوالي منتصف ليل أمس شهد تبادل لإطلاق النار بين الطرفين المتقاتلين وأيضا شهد سقوط قذائف إنيرجا وعلمنا أن هناك ثلاثة جرحة سقطوا إسرى سقوط هذه القذائف ولكن علمنا أيضا أن إصاباتهم طفيفة أتحدث قليلا عن انتشار الجيش اللبناني انتشار لافت في جميع أنحاء عاصمة الشمال هناك حواجز للجيش اللبناني تدقيق في الهويات وتوقيف للسيارات المشبوهة وكان الجيش اللبناني قد أكد أنه لن يتهاون مع أي إطلاق نار مع أي شخص مشتبه به بأنه يطلق نيران إذن الجيش وكما سابق وأكد في بيانه أنه سوف يتعاطى مع أحداث الشمال بالضرب بيد من حديد وهذا ما يبدو حتى الساعة في الشارع أترابلسي نانسي نعم زميلة كريستين حبيب شكرا جزيلا لك كريستين وطبعا ستكون معنا في كل التفاصيل في التقارير اللاحقة في النشرات الأخبارية مع للوزير يعني ضرب بيد من حديد هل فعلا فيه قرار سياسي للجيش بالضرب بيد من حديد يعني البعض بيقول أنه ما شو لازم نعمل لنأكد يعني أنه أساسا يعني كانت الفكرة أنه سحب المسلحين وليس القابض على المسلحين كانت الفكرة سحب السلاح وليس نزع السلاح يعني هي كمان بالآخر أنه هذا السلاح اللي دايما بده المضبوب فجأة بيبين ما كل العالم تعرف أنه بس نحنا ما بفتكر الجيش عبيع المداهمات لا يعتقل عالم ما بفتكر الجيش ليه ما نعطى هذا القرار لأنه بالنتيجة يعني هوا لبنانيين محمسين شوي زيادة على لزوم ما عندهم نية يخربوا بلدهم بس يضبوا ببيوتهم ماشي الحال ماشي حال لأنه الدولة ما في عندها هيبة وما فيها تفرض هيبة تاعة كل المناطق اللبنانية هذه ضريبة النائبة بنفسها الدولة مش اللي جديدة عن بعض المناطق سابقا الدولة في لبنان مش ما كتير كمان نزيد الموضوع تعقيدا الدولة في لبنان قوية بقدر الدعم تبع الأفريقاء المعنيين في مناطق معينة لا لا يعني اليوم هو مين اللي عنده مسلحين بطرابلس كل الأفريقاء إذا مش كلهم انتفقوا مع بعضهم كل لياتهم سوا أنه بدون يلموا سلاح ما بينلموا سلاح إذا مش كلهم انتفقوا مع بعضهم أنه لازم يتوقف كل شخص أطلق النار لن يتم توقيف هذه الأشخاص يعني لبنان كل عمره يحكم بالتوافق وتوافق الأفريقاء تبعوله هلق توافقوا أنه ممنوع حدا يكون عنده مظاهر مسلحة ممنوع حدا يكون عم بعمر ولا قاعد بدشم مسلحة ممنوع أن يكون هناك سلاح ظاهر ممنوع أن يتم طبعا إطلاق النار أو محاولة إطلاق النار وجيش يتعامل مع هذه الأمور بشكل حازم وبيد من حديد بس كمان هذا تخفيف من هيبة يعني كمان شو هي يد من حديد والحازم إذا كان أنه المسلحين هنين عم يتعاملوا ويبدوا بشكل حازم يعني أنه عم بدبوا سلاحهم وبس يقرروا بينوا سلاحهم فيما يبينوا سلاحهم إذا بيّن حدا اليوم سلاحه القرار هو بإلقاء القبض على هذا الشخص الشاطر اللي بدب سلاحه يعني اليوم لا 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 الشاطر اللي بيفهم أنه ممنوع يخرب بلده هذا الشاطر الشاطر اللي بيفهم أنه حاج يطلق تصاريح نارية بتحرد الناس الشاطر اللي بيفهم أنه المذهبية ما بتبني أوطان الشاطر اللي بيفهم هو أنه لن نسمح نحن كدولة أن يتم بناء منطقة عازلة في شمال لبنان تخرج عن سلطة الدولة إطلاقا ما منقبل فيها ولن يكون هناك هيدا المنطق اللي عم ينحكى أنه نخلق منطقة في الشمال تكون معزولة عن الدولة توازي الجنوب اللي هو مش معزول بس هيك الاعتبار رح بيحكوا يعني هذا وبالتالي يصبح لدينا مسلحين مقابل مسلحين لن نقبل بهذه يقال أن نتيجة أحداث ترابلوس شعرت أو شعر منهم في الحكومة وفي السلطة السياسية بقيمة سعد الحريري وبقيمة طيار الاعتدال يعني كما يوصف له طيار المستقبل لأنه بلحظة اللي تركت الأمور للشارع في ترابلوس كان الصوت الأعلى هو الصوت الإسلاميين لحتى ما قدر يعني ما قدر طيار المستقبل يموني عليهم وماذا عن نواب طيار المستقبل في عكار مظبوط لعب تحكيه بترابلوس مظبوط مية بالمية النواب التابعين لطيار المستقبل كان مواقفهم يعني هدوا الوضع جربوا قدر الإمكان تهديت اللعبة مظبوط مية بالمية ولكن ماذا عن عكار جعوا جيبوا التصريح لا يسأل من كان يحرم أصلا يعني مثلا مثل نعب خالد الظاهر أو نعب حمار كبارا يعني أنا شفت أنه نواب اللي هن بطيار المستقبل طيار والترابلوس كان تصرفوا نواعي كتير أكتر من نواب نفس الطيار طيار والعكار بصراحة بهالأزم يعني إذا بترجع بتقارن الخطبات بس كانت بإشادة بالرئيس سعد الحريري على طولة مجلس الوزراء من رئيس ليمان ومن الرئيس مئاتي وأنه تم ذكره والرئيس السنورة أنه هن قاموا بالمسيهم البتادي أتأجيه وتم التوقف عند مزبوط مية بالمية مية بالمية وهن ما عنده نية ولا يمكن أنا أن أقتنع أنه سعد الحريري ابن الشهيد رفيق الحريري يكون عنده نية تقريبية ولا يمكن أقتنع لو مين ما يحكي الحكي هذا ولا يمكن وبالتالي هو شخص بدون شك يعني يعلم أين المصلحة اللبنانية هي يعني تيار المستقبل غير متهم بهذه الأحداث اللي صارت؟ أنا لو أنا كنت بيه طيار المستقبل لكنت استدعيت بعض النواب وسألتهم عن تصريحاتهم اللي هي خارجي عن توجيهات رئيس الطيار بس ما يأخذ على 8 أدار اليوم تصريح مع تعيد الذي تحدث عن أنه الجيش السوري صار مطلب دخوله إلى الشمال ما عم بحكي عن 8 أدار ما عم بحكي عن 8 أدار عم بحكي بيه طيار المستقبل يعني مثل ما عم تاخذوا على بعض الشخصيات اللي أساسا مثلا نائب معين المرعبة فلن الاجتماع والمستقبل ما وقف عند الموضوع أنا لما بسمع توجيهات رئيس طيار المستقبل وبعلم على طاولة مجلس وزراء كيف تعاطى مع ما حصل في طرابلس بشكل جدا وطني وجدا إيجابي وأرى بعض النواب التابعين لهذا الطيار بيحكوا غير ما عم بيحكي الشيخ سعد الحريري والرئيس سانيورا أنا أقول يجب مسائلتهم هني بين بعضهم مش نحن مش أنا رح أبعطوا وراءهم سائلون أنا ما إلي حق أيضا بالانتقال يعني من أزمة الشمال تحديدا إلى أزمة الحكومة قديش هذه الحكومة تثبت يوما بعد يوم أنها فعلا يعني تمرست في النقي عن نفس لدرجة أنه خلص يعني صارت كومة مثل ما البعض بقول أنه عن جد نقت بنفسها عن نفسها يعني بطلت قدرت تتحمل مسؤولية نفسها هذه الحكومة شوفي الحكومة هذه الحكومة اللي كان متوقع منها كتير كتير أكتر مما تقوم بسمحي معالي الوزير في أخبار عاجلة عم توصل تباعا مثلا عن تلفزيون سوريا خسائر فادحة أمام المنشآت العامة والخاصة بتفجير دير الزور أيضا يعني نتيجة السيارة المفخخة كرب مقر للمخابرات في دير الزور بعض يتحدث عن أن الانفجار استهدف المقر المخابرات أو وقع كرب مقر المخابرات العسكرية والجوية في دير الزور أما فيما يتعلق بالمدنيين والأرواح يعني حتى الساعة لم يرد أي خبر عاجلة بهذا الشأن يعني الله يسترون لأنه نحن مررنا بهذه التجربة في لبنان تجربة السيارات المفخخة وتجربة القتل وهذا شيء يعني نأسف نأسف أنه يكون بعد في بعض الناس بيستعملها الأسليب هذه لا تمرين رسائل معين يعني اللي بده ديمقراطية في سوريا هل سيحصل عليها بالتفجير؟ على كل حال نحن مرنا بهذا الشيء في لبنان وهذا شيء مؤصف ومنعرف شو هو مأزي وشو هو مؤلم ونشد على أيدي السوريين ومندعي أنه تخلص الأمور بشكل سريع أيضا بالعودة إلى الانفجار الإرهابي في دير الزور في سوريا لقد بثت تليفزيون سوري منذ قليل مشاهدة أولية للانفجار الذي تم بوسطة سيارة مفخخة وبحسب المعلومات يا شاحنة من نوع هينداي وذلك في حي مساكن غازي عياش وقد أفادت تليفزيون الرسمي كما نرى في المشاهد الأولية السحب دخان المرتفعة في محيط مساكن غازي عياش وأفادت تليفزيون الرسمي عن سقوط ضحايا من التفجير فضلا عن أضرار مادية في المباني السكنية ومنشآت عامة وخاصة إذن هذه هي المعلومات الأولية حتى الساعة بحسب التليفزيون الرسمي السوري في سقوط ضحايا لكن لا أرقام محددة حتى الساعة وكما نشاهد في الصور الحي هو سكني صور تفجير فعلا كبير جدا ويبدو بالأضرار المحيطة بأن التفجير يعني ألحق أضرارا فاضحة وفادحة في المكان يعني نأسف ونقول عندما بكل بلاد اللي تابعنا شو صار فيها من أحداث أمنية مسلسل تفجيرات يكون آخر مسلسل إجرامي قبل القبض والانتهاء من المجرمين الذين يقومون بهذه الأفعال هيك شفنا بالعراق مرق فترة بعد ما كان فيه هرج ومرج بين العراقيين مرق فترة التفجيرات انتهى من بعض الأمر قبل الوصول إلى الحل السياسي لا أنا برأييه أن الحل السياسي انتهى يعني بسوريا صار واضح أنه من يقول بتغيير النظام الخطط طبعيته منه ماشي وبالتالي أنا برأييه هذه بآخر مرحلة هي المرحلة العمل الأمني ببعض التفجيرات ببعض الأماكن اللي بالنتيجة رح تنتهي هذا رأييه يعني شايف أنه فيه حل بسوريا رح يكون أو فيه تسوية ما رح تكون؟ التسوية رح ملت أنا برأييه هلأ بعد فيه نتيجة وكيف عم تتخرج شو دور التسوية؟ شو هي يعني؟ واضح يعني واضح التحالف الإيراني العراقي السوري اللبناني واضح صار صار واضح يعني هذه الجبهة بمقابل جبهة الخليج العربي واضح أنه هذه بدعم روسي وصيني ركبة هذه بس عي أساس يعني عي أساس شو؟ شو المخرج للحل السياسي يعني بعد كل ما جارع في سوريا لا تغيير النظام في سوريا أقله حتى انتهاء ولاية الرئيس يعني رسميا من 2014 لا تغيير للنظام في سوريا 2014 ولا 2020 لا تغيير للنظام ليش لا تغيير يعني؟ لا تغيير نظام هو زيته رح يضل حتى حيتم تشديد لألواني؟ لا لعدل النظام عمل دستور جديد سمح لتعدد الأحزاب وسيكون هناك انتخابات انتخابات على أساس أحزاب بدي أخذ وقت أنا برأيي للأحزاب تأخذ حجمة وتشوف كيف بدأ تعمل ترتب أموره وهل المجر إنما لا تغيير للنظام النظام هو هذا هو الدستور الجديد اللي طلعه لن يتغير هذا هو ما سيحكم سوريا لعشرات وعشرات السنين القادمة طيب بس هوني كمان إذا هيك الوضع بسوريا وإذا فيه حل يعني في الأفق ليش بدأت تتحرك الجبهة الشمالية؟ أنا ما وفقت أنه الجبهة الشمالية تحركت للموضوع السوري الجبهة الشمالية عم تتحرك فيه حقم يعني فيه حقم لللبنانيين من قبل المسؤولين بس فيه قرار سياسي كنا عم نقول لو فيه قرار سياسي فيه قرار سياسي أنه يتحركوا يعني ما فيه مسلح اليوم بيمسك سلاحه وبينزل على الطريق وبيقتل وبأوسع الجيش اللبناني من دون قرار مية بالمية إنما عادوا لوعيهم بشكل كتير سريع وب 48 ساعة كان الكل متفق أنه جيش لبناني لازم يفوت وما بيجوز هذا الشي يصير لأنه ما فيه أبعاد أنا برأيي إقليمية أو دولية عم تحرك هذا الموضوع يعني إذا كان فيه غطى إذا كان فيه غطى من بعض النواب على هذا العمل إجا معلمهم يفهمهم أنه لا هذا مش مطلوب وبالتالي تضبضبوا ومنشان هيك الحمد لله أنا برأيي زمطنا بموضوع الشمال إنما الشمال إذا الدولة ما رجعت يعني أعادت الشمال لكلفة وعملت وعملت ما يكفي منشان ما يحس حاله ابن الشمال إنه هو مظلوم أو هو يمكن وضعه أفضل إذا بيلتحق بفلان أو بفلاتين الدولة عندها واجب تعمل تطور إنمائي بالشمال عندها واجب تعمل استثمارات بسر الكلام دايماً عم نسمعه يعني بيقول المناطق يعني اليوم الشمال بل بقى أعلى يعني أحسن الشمال بيعكر أحسن يعني ما هي كل المناطق صارت فيها في لبنان هي مناطق نائية يعني بطل فيها غير بيروت هي المركزية بقت ما بقى خلص نفس الشي صارت خرج الدول ينطبق ما أقوله على الكثير من المناطق اللبنانية طبعا بس عم نحكي على الشمال لأنه مساقبي بالشمال صار الإشكال أسبوع الماضي بالعودة إلى الحكومة قداش فعلاً اليوم في أكم وزير اليوم ممكن يقول أنه نحن بأسوأ مرحلة غير أنه الناس عم تقرأ بهذه الحكومة أنه فعلاً هي من أسوأ الحكومات اللي مرت بغض النظر عن عمليات التجميل اللي عم تحاول أنه كل مرة تطلع فيهم أنه نحن حكومة الاستقرار وحكومة الهدوء يعني حكومة بلا موازنة بلا موازنة رسمياً حكومة لا سابع سنة يعني حكومات الرئيس السنورة سعفهم لا سابع سنة لا بس قدر يبعط موازن عمجلس النور أنتو بعدكن وزر بس أنتو عملوا واجبه كحكومة لكن أنتو لليوم ما قدرتوا تبعطوا موازنة يعني اليوم هيد الحكومة فعلاً قديش قديش هي بتشكل عبق صارت على نفسها وعليكن كوزراء وشو اللي بيمنعكن إذا مش قدرين تنتجوا تستقيلوا لا خب الكنسي بالنتيجة بديك تاخذي الحكومة بلبنان في إلا شقين إلا شق الانتجية طبعها كحكومة وإلا الشق السياسي اللي يعني اللي واجدها أو اللي مخليها بظلها موجودة نحنا اليوم هي حكومة أفضل ما يمكن منع حكومة أنا بالنسبة للي خليني أحكي على حالي على كل حال أنا هيد منع حكومة لا لا بعتبر تمثل طموحي لا أنا ولا طيار السياسي ولا رئيس طيار السياسي يعني لا ما بظن الميرطلال لما أجل حكي على الحكومة أول ما طلعت كان غلطان بالنتيجة تبين أنه يمكن معه حق بكثير مما قاله وقت صدور أو إعلان الحكومة يعني نحن نأمل ونتوقع ونستطيع أن ننتج أكثر بكثير مما نقوم به أكثر بكثير في طاقات بهذه الحكومة كثير مقبولين وعندهم قدرة وشباب وجديين بشغلهم وعن يجربوا لا كل واحد بالحقل عم يجرب يعني اخذ مثل الوزير صحناوي لا يحاول جاهدا بتحسين وضع الاتصالات في لبنان يطلق الخدمات الجديدة يخفض الأسعار وضمن صلاحياته عم يعمل الرجل الكثير والكثير وفي يعني هاي يمبيني نتيجة تلك وإنك حضرتك عم تشتغلي على الايباد اللي هو صار 3G واللي صارت موجودة الشبكة اوكي يمكن منى بأحسن مستوى خدمة إنما سنصل إلى الأحسن مستوى خدمة لأنه هلأ الشبكة الاتصالات عم تتطور عفوا الطرقات لا نرى أنه الطرقات كمان الوزير عريضي يقوم بجهد كبير جدا لتسفيت الطرقات وشق الطرقات وهلو مجر بس كل هايدي عم بتروح أنا برأيي كل الإنجازات اللي عم بيعملوها بعض الوزراء عم بتروح بالجو العام الجو العام أي معك حق الحكومة المتوقع منها كتير أكتر انتجية وهي ما عم تنتج كتير الحكومة غرقت بالتفاصيل السياسية والزواريب الضيقة في لبنان السخيفة نحن نحن يعني في الاجتماعات نهدر وقتا كبيرا للتكلم بالسياسي بدل الانتجية يعني أخر اجتماع كان يمكن خمس ساعات ما طلع في قرارات لا طلع في قرارات مش متطال خمس قرارات أو ست قرارات إنما القرارات طلعت مصاعة أربع ساعات ونص عم نحكي بالسياسي أربع ساعات ونص قاعدين بس حتى ما نجعل نقطع الحديث محلي أنه ننتهي مباشرة إلى زميل النضاء الحمد من سوريا للإطلاع من النضاء على آخر حصيلة للتفجير الذي استهدف دير الزور وبحسب المعلومات بأنه كان عبر انتحاري صباح الخير ندال صباح الخير زميلة نانسي نعم ندال تفضل طبعا صباح اليوم في العاشرة إلا ربع تقريبا أقدم انتحاري يركب سيارة من نوع هنداي بيضاء وعليها شادر حسب شهود العيان في المكان قام باقتحام مساكن غازي عياش وهي منطقة للإنشاءات العسكرية منطقة إنشاءات سكنية اقتحم المكان وفجرت السيارة فجرها الانتحاري الحصيلة الأولية هناك ستة قتلى على الأقل و23 جريح تقريبا هناك أضرار في الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة هناك في السيارات في المباني طبعا كما قلت هناك ليست حصيلة حتى الآن ليست حصيلة نهائية ولكن الحصيلة المبدئية حتى الآن ستة قتلى 23 جريح الحادث كان في العاشرة إلى ربع تقريبا كما قلت لا يوجد إلى الآن تفاصيل زائدة عن هذا زميلة نانسي نعم زميل نضال حمادي شكرا جزيلا لك نضال بالعودة يعني دائما التوقف فيه أنه الحكومة هذه الحكومة التي حضرتك عم تقول أنه كان بإمكانها أنه تنتج مظبوط وهي أفضل موجود مش هيك ما عم بتروح هي الموجود الوحيد يعني أفضل بسي حكومة تصريف الأعمال فيها تأخذ هي قرارات بحالات الطوارئ يشك ببعض الحالات شو أنه تصريف أعمال أصلا يعني أنه تصريف أعمال تصير أحسن نو أنه مش عم فيها تنتج 10% من المية بالمية المتوقع مننا 10% أفضل بلش صراحة لأنه ما فيه إمكانية اليوم بالجو السياسي العام اللي لبنان ما ممكن أنه اللبنان منه مسلوخ عن محيطه يعني أنت شايف شعب يسير لسوريا شايف شعب يسير بالعالم العربي شايف يسير بمصر بكثير من البلاد اللبنان منه منعزل عن نفسه أو بين جدار بينه بين العالم العربي عموما وبالتالي إمكانية أنك ترجعي اليوم تجيب حكومة يتفق الفرقاء اللبنانيين بمجلس نواب على تسمية رئيسة مع بعضهم إمكانية يعني شبه معدومة بس اليوم أنتوا جايين هلأ على الصيف أو شي بدأت تقنين نعم من هلأ بدأنا بالتقنين يعني ولا مبرر فعلا أنه بلحظة أنه بس تشمس الدنيا ببلش تقنين بشكل هستيري ببلش يطلع أخبار هون الفجر محول هون لخبرك لي لا طبيعية جدا لخبرك لي طب بس ما في تمام شفاجات وفي دفيات لا أغلب الدفيات أغلب الدفيات طبع ما نفوت طرح ما نفوت ساعد مزوط طبعا أغلب دفيات تستعمل ما بتستعمل الكهرباء بتستعمل يعني الفيوروية ولا المزوط ولله لكن احنا عنا مشكلة الكهرباء واضحة وقر خطة طوارئ للكهرباء بمجلس نواب ووزارة الطاقة باشرت أطلقت أول مناقصة لأول مجموعة كهربائية زمني غلطان أولة مبارح خلصوا الأسئلة والأجوبة ونعطوا الشركات المقدمة هذه للتبعية 700 ميجاوات لنزيد 700 ميجاوات نعطوا بظن 14 يوم يعطوا عروض النهائية للوزارة وبالتالي ماشي هذا الموضوع هنا في بواخر بس تن بغض النظر بس تن رجعتوا بالآخر من بعدها أسمة البواخر الشهيرة اتفقتوا كحكومة على ضرورة يعني جلب البواخر نعم كمرحلة أولية نعم بعده هذا الاتفاق ماشي نعم بعده الاتفاق ماشي فيه له أمواله خاصة موجودين بالقانون الواب بروجرام اللي نعمل بمجلس سواب طبع خطة طوارئ طبعية 700 ميجاوات فيه أموال للبواخر بس بواخر من أنه كتير تاخد ونحكب هذا الموضوع البواخر لن تزيد ساعات التغذية في لبنان نحن فيه بس يجلب البواخر من طفة أول معمل ومن طفة تاني معمل من عمله نصياني ما بتزيد ساعات التغذية الطريقة الوحيدة لنزيد ساعات التغذية في لبنان هي إنتاج كمية أكبر من الكهرباء هايدي بلشت بال700 ميجاوات ويبقى الحلقة التانية أو الفقرة التانية اللي كمان يجب نعملها أيضا يعني هايدي تحمل نفوط على بريك بعدين نحكي فيها اللي هي قصة بريكزات لنفاء المالي 900 مليار ليرة لنفاء العام 2012 على مجلس النواب إذا لم تقرب مجلس النواب والمعارضة عطلت النصاب أو إلى ما هنالك أنا مستعد وقع المرسوم في هذا قرأتم كتكتل تغيير وإصلاح قرأتم أنه فيه اعترف الرئيس بأن المشكلة ليس دستوري إنما المشكلة هي سياسية بالتوقيع اليوم الرئيس بقول أنا أرفان بعد فاصل أعليم صغير مشاهدينا براح فيكم مجدداً ونتابع الجزء الأخير من حوارنا مع وزير دولة مروان خير الدين مع للوزير الإنفاء المالي نعم شو فعلاً آخر الصياغ اللي بتكون تتفقوا عليا أول شي ما في جلسة بعدنا مجلسة الوزر لم تحدد بلا الأربعة بعد الضغر بالسراعي الحكوم بالسراعي بعض دلم لا تمتح طبيعي هو واحدة مرة هون مرة هونيك يعني ما في شي هذا شو جدو الأعمال أهل جدو الأعمال في عندك يعني في طرحين لموضوع الإنفاق المالي خليني أحكي الواقع الواقع هو أنه آخر موازنة أقرت بلبنان هي أقرت بال2006 بس سنة 2005 الدستور اللبناني لم يلحظ والمشترع اللبناني بس كتب الدستور ما فكروا بلحظة أنه ممكن أن تمر فترة طويلة دون موازنة إجوا اعتبروا أنه ممكن لموازنة تتأخر شهر تتأخر شهرين تتأخر تتشهر لأسباب ما إجوا حكوا بشي اسمه الإنفاق على القاعدة الاثنائي عشرية شو يعني يعني إذا الموازنة كان مفروض تكون طالعة هي بأول سنة إذا نكون طالعة ما طلعت تتأخرت لشهر واحد تتأخرت لشهر اثنين تصرفي بشهر واحد تصرفي بشهر اثنين مثل الموازنة الأديم بالسنة السابقة على أساس القاعدة الاثنائي عشرية ما حدا خطر ببالي أنه ممكن بلد مثل لبنان فيه مجلس نواب وفيه بارلومة وفيه حكومات متتالية وفيه يعني رئيس جمهورية فيه كل كل السلطات موجودة أنه نحن صلنا بسنة الـ 2012 بعد ما في موازنة بعد سبع سنين من آخر موازنة طلعت الحل الحل الجذري لموضوع الإنفاق المالي يكون بإخرار قانون موازنة للعام 2012 وهذا الموضوع بس العلم أتمت وزارة المالية التعديلات اللي اقترحها بعض الوزراء على مشروع الموازنة اللي قدمنا هي الوزير صفضي من حوالي المدة والعلمة سيتم توزيع الموازنة الجديدة الأسبوع القادم على الوزراء للإطلاع عليها وإبداء إذا كانت أي موازنة موازنة 2012 ستوزع الوزراء وسيتم نقاشها بمجلس الوزراء آمل أن نصل إلى إلى حل لابن ما تنقس مجلس الوزراء وتنزل على المال والموازنة كل الاقتراحات كل الاقتراحات اللي مقتراحة فريقنا السياسي أو اللي فخامة الرئيس عم بيطلب أنه تنعمل كلها هي اقتراحات فيه إلى وجهة نظر مختلفة أنه هاي دي أفضل ولا هاي ديك أفضل الحقيقة هي أنه ولا واحد من هالطرحات مية بالمية سليم بالدستور ليه؟ نرجع من عيد لأنه الدستور ما لحظ سبع سنين بلا موازنة ما فيه إلية للصرف واضحة في حال ما فيه موازنة في لبنان يعني وفقا للدستور تبعنا لها الفترة هذه الطويلة من هذا المنطلق من هذا المنطلق بده شوية نقاش هادئ لنتوصل إلى اتفاق على طاولة مجلس وزراء الأطراف كلها لأنه نمرر أحد الصياغ المطروحة شين لصياغ المطروحة؟ يعني اليوم في عندك؟ يأما يتم الاتفاق مع فخامة الرئيس على توقيع الـ 8900 اللي مجلس نواب لم يقره والمجازفة بأنه إذا صار في طعن يمكن أنه يبطل هذا المرسوم أو نأخذ برأي فخامة الرئيس ونقول نرسل مشروع قانون جديد إلى مجلس نواب نأخذ بملاحظات لجنة المال والموازنة وإذا لم يقر يتأكد لنا نية المعارضة تعطيل البلاد وبالتالي يوقع فخامة الرئيس بس شو الأرجح اليوم؟ ما في بعض بعض هذي قبل البحث ما في طب بس هو كمان يا رئيس عم بيقول أنه طب 8900 مليار ليرا شي ماضي شي ما رح يعود لنا إنفاء نحن بحاجة لأله اليوم الدولة بحاجة لمصاري هذا الكلام مزبوط طيب رأيي أنا الشخصي الحق للصرف بالـ 2012 إنما إنما إذا أقر وإذا وقع فخامة الرئيس في واحد يسترسل لأنه في ضرورات قومية وضرورات وطنية بس أنا رأييك بسي يعني الاستثناء الذي يطبن عليه القواعد بابي من هنا أنا بس من هنا أنا عم أقول أنه ما في حل موجود على الطاولة دستوري 100% غير قابل للطعم ولا أي شكل من الأشكال ليه لأنه الدستور طبعنا ما فكر بهكذا حالات وبالتالي أي حل رح نتبعه بنظر يعني مثلا نحن بنظرنا أنه لا يمضي فخامة الرئيس مثلا بنظرنا كحلفة مع بعض بالحكومة أنا رأيي الشخصي داخل التكتل وأبلغته داخل يعني الحلف وأبلغته لمبارح كنت عنده للصديق العزيز الوزير بسيل أنه يعممت كلهم حلول ناقصة ما في حل مكتمل 100% وبالتالي الحل هو بشكل أو بآخر بالسياسة ونحن نقول أنه لازم نلاقي طريقة لنصرف لأنه ما في الحكومة ما تصرف من غير المنطق بس أنتو اليوم حكومة سجلت المخالفة أنه صرفت بلا قانون وبلا أي إجازة للصرف وأنه اليوم وضع كون شبيه بوضع لـ 11 مليار السابين نحن كل صرف تم بهذه الحكومة صرف تم على أساس سلفة خزينة على أن تسدد بقانون خاص وبتالي إحنا ما خلفنا لأ وإحنا بعثنا مرسوم عفوا نشوع قانون ما تصرف بعد أن تطلع عنوان الناس تطلع عنوان وعساس تصرف بقانون المحاسبة العومية في لبنان إليك حق إلى حق الحكومة أن تعطي سلف سلف خزينة اللي بترجع بتتسدد بقانون هذا تضم الدستور مية بالمية وما فيه ولا أي مخالفة وهنا المفارقة بين كيف حكومتنا صرفت وكيف حكومات رئيسة طلع عنوان لصرف مقبل وليس لصرف تماما منشان هيك سار بدكن مؤتوئة رئيس الجمهورية يكون أخطأتوا لا بدنا توقيع رئيس الجمهورية لأنه مجلس نواب لم يقرر القانون ما مش لأنه هذا نحن نقول أنا برجع عيد منشان نبسط الأمور ما كتير نشربك أي حل لموضوع الإنفاق المالي يمكن أن يطعن به لأنه الدستور ما بيغطيه فمن هون الحل الجذري يكون مجلس النواب هيدا هو الحل الجذري اللي بيحلك شوني عم بيحول دون إرسال موازنة ليش عم تبقوا هذه الحكومة في خلاف وجهة النظر بين جزء كبير من الوزراء ووزير الميلية على المصادر التمويل الإضافية اللي عم يطرحها وزير الميلية لأن نحن معتبرين أنه نحن الشعب ما بدا نحمله أعباء إضافية ضمن الاقتراحات في أعباء إضافية بده يحملها المواطن العادي نحن ضدها نحن معتبرين أنه لا الدولة لازم يعني بدل ما أنا تجيزي الضرائب شون المخارج اللي أنتوا بتلاقوا أنا رأيي الدولة يجب على وزارة الميلية أن تقوم بمشروع إصلاح جدي وجذري بتحصيل الضرائب يعني أنا قبل ما زيد الضرائب خليني حصل مية بالمية من الضرائب اللي بدي حصلها يعني أنا اليوم مثلا على سبيل المثال طيب أنا كوزير بالدولة بيجي بشوف أنه مصادر الجمرك اللبناني بالرغم من النمو الاقتصادي اللي حصل بآخر ثلاث سنين عم تنخفض طيب يا حق لي أنا أسأل لي ماذا هذه المصادر أو هذه الأموال عم بتخف منروح منشوف أنه يمكن التهريب عبيك بار يمكن الجمارك ما عم تشتغل شغلة بتجي بتسألي ليه بتلاقي طيب أنه الجمارك فارغة إداريا يعني ما في عندك الهيكلية الإدارية تبعيتها فيها نقص حاد جدا من مجلس إدارتها ونزول وبالتالي لازم نحن نقوم بمسؤولياتنا طيب الجمارك قد يكون في حال تطبيق القوانين الحالية الدخل من الجمارك أربعمية خمسمائة مليون دولار زيادة بالسنة طيب زيادة التفاقى الواحد بالمئة بجيب لي متين وعشرين مليون بزيد التفاقى اتنين بالمئة لجيب أربعمية واربعين ولا بحسن الجمارك بدون مزيد شي وبجيب خمسمائة لأ بحسن الجمارك طيب بس هوني كمان بهيدا المنطق بالآخر إنه في شي وقف يعني لا عم تقدروا تطلعوا بمخارج الموازنة يعني كمان الوزير الصفة دي يأخذ على هدي الحكومة إنه هدي الحكومة بده تزيد غلاء معيشة للموظفين وبده ترفع لحد الأدنى للأجور وبده 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 وبالآخر بتقول من وين بنجيبهم يعني أنا إنه صحيح في غلاء وفي ارتفاع المنسوب كل المواد الشرائية لا فيه ضرائب جديدة فيكي تعملية متل التحسين العقاري التحسين العقاري التحسين العقاري فيه ضرائب فيكي تعملية لا تؤثر على الانتجية بالبلد وبالعكس تكون حقاوية أما الأهم من هاو كلهم هو تحسين الجباية الأهم من هاو كلهم يعني نحنا اليوم من بلد ما فيه ضرائب ولا ما فيه رسوم فيه كتير ضرائب وفيه كتير رسوم يجب أن نحسنا تبعي أساس خلص مشروع موازنة اليوم صحا عفوا شكرا ما إجتني بعد الموازنة مفروض تتوزع لنا هالأسبوع ونقرأها ونرجع ونعمل عليها يمكن حلقتين أيضا من ضمن الإشكالات اللي عم بتواجه هذه الحكومة يقال بإنه كفريق سياسي له تكتب تغيير والإصلاح والعماد رئيس الجمهورية العماد بيشال سليمان فيه صار مشكل كتير شاسع بينيكم البعض يتهم العماد بيشال عون بأنه يصعى أو بدأ يحسب حسابات انتخابية مقبلة إن كانت رئاسية أو نيابية البعض بيقول أنه لا المشكلة مش هيك المشكلة أنه رئيس الجمهورية بدأ يعمل لتلميع صورة جديدة تظهر بمظهر الزعيم وهذا ما لم يكن متفق عليه قبل الدوحة يعني الانتخابات قربت بعد سنة يمكن عندنا انتخابات نيابية من المتوقع أن يتم تصعيد الخطاب السياسي من شان كل فريق يشد بس كيف رئيس الجمهورية عنده نية انتخابية يعني؟ يسأل رئيس الجمهورية أنا ما فيه جواب على رئيس الجمهورية بس أنا بعرف أنه أكيد هو مش رح ترشح بس أنه كمان أنا أكيد أنه هو ما ممكن يمنع حدا من الترشح إذا كان قريب منه هيدا رأيي يعني بس يعني ما برأيي أنا هون مشكلي أنا برأيي المشكلة هي أنه يعني المشكلة هي أنه يجب أن يتم التنسيق أكتر أنا برأيي بين يعني الجنرال وفخمة الرئيس هيدا رأيي الشخصي بس هي مش عم تتحمل العقدة أنه هي أكبر ما بتحمل أنه هي المشكل ليس بين العماد ميشيل عون والرئيس سليمين هو المشكل مع الرئيس نجيب ميقاتي وحزب الله يعني البعض يقول أنه خوفا من أي مش فتنة يعني أي أشكال إذا بنقول سني شيعي ولو سياسي عم تنكب المشكل دايما أنه عند العماد عون والعماد سليمين يعني بلا ما نفوق بالتأويل وبالحكاية نحن نقول أنه الكل عنده هدف يبني لبنان والكل متفق على أي لبنان بده إياه يجب التنسيق بين هالقيادات المسيحية بشكل أكتر بالنتيجة العماد ميشيل عون هو الممثل الأكبر لأكبر شريحة مسيحية في البلد وهو من لديه أكبر تكتل نيابي وأكبر تكتل وزاري في الحكومة ويجب التنسيق معه بكل الأمور خصوصا لفتعلق المسيحية كل ما بدأ التغيير والأصلاح اللي هي أنه رفض الاستزلام للتوظيف يعني بالآخر أنه صار أنه هو العماد ميشيل عون لأنه ممثل المسيحيين بده يعين بالمجلس القضاء ورئيس مجلس القضاء وبده يعين بالفئة الأولى وفئتين بس هو ما طرح ولا مرة يعين ناس مستزمين لأله يعني خلنا نحكيه تحديدا على المشكل اللي هو يتبع القضاء الأعلى المنصب هيدا يتبع القضاء الأعلى يمكن هذا هو اللي أكتر شيء بالألام أو هذا واضح أنا أؤكد لكي أنه القاضي اللي طرحوا العماد عون ما بيعرفوا العماد عون للأسف أساسا أنه نحن عم دخل أيضا يعني الناس وأسماء أو هيك صارت عم تصدقوا في هذا البزار عمل جولي على عدد كبير استطاع رائعك عدد كبير من القضاء توافقوا على هذا الاسم وطرحوا العماد عون هو ما كان يعرفه أؤكد لك هذا الموضوع تعرف عليه ممكن بعدين بس ما كان يعرفه لما طرح اسمه وبالتالي تكتل إصلاح والتغيير إذا كان عم بيطرح أسماء وبيصر عليها مش لأنه هي ظلم لأله إطلاقا هي لأنه فيه إجماع على أنه كفوقة جدا بما خبرته يعني بهذه المرة الأولى وزير بما خبرته بهذه التجربة بتلاقي أنه بعد فيه إمكانية للواحد يتأمل منها الحكومة بكل صراحة يعني وبواقعية مش أنه من الأمنيات إيه بس اليوم بعد فيه إمكانية نتحدث قبل الانتخابات بسنة عن قانون الانتخابات بعد فيه إمكانية نتحدث مثلا عن تغيير وتعديل بقانون الانتخابات يعني خلال نحكي قانون الانتخابات أنا برأيي إذا كان ما انطرح بشكل جديع طاولة مجلس وزراء لنقاشه أو إنهاء النقاش به لأنه نحن بلشنا نناقش فيه على أساس النسبية في حال ما انطرح وخلص من مجلس وزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة لا أكيد بنكون نحن رايحين على انتخابات على أساس القانون الماضي قد يكون مع بعض التعديلات من هنا أو من هناك شو يعني أسابيع مقبلة قد وقت يعني أنا بعتبر أنا بعتبر مثلا خمس أسابيع ست أسابيع من هنا شهر شاروس شهرين على الأقصى الحدود إذا ما كنا نحن خلصنا النقاش به فأنا بالنسبة لي بصير يعني بجزم أنه راح يكون الانتخاب على أساس القانون القليل هل تلاقي اليوم نحن رايحين على قانون الستين؟ القانون الموجود حاليا أنا بسميه الستين يعني يمكن قانون الستين اسمه الموجود حاليا لأخر مرة عمنا فيه تجوز سياسي بشير أنه نحن الانتخابات ستتجع على أساس القانون الحالي بتصور هيك راح يصير بس عنا بعد يعني عنا بعد إمكانية أنه نحسن شوي وما نستعمل القانون اللي ما تنسي ننسي قانون الستين عام الحرب الأهلية سنة السبعة وسبعين ستة وسبعين نحن ما لازم نجازف فيه هيدا القانون بيولد الخطاب الطائفي اللي عم نسمعه اليوم الخطاب المذهبي هيدا القانون بيطلع نواب اللي هني مسؤولين عن الإحياة تبعيتهم أو مسؤولين عن الشوارع تبعيتهم ومسؤولين عن الإحياة والشوارع بما يخص طيفطن فقط لغير مش هذا نحن بدنا نحن بدنا يطلع نواب مشرعين بدنا يطلع النواب بيحكوا لكل اللبنانيين بيعملوا مصحة لبنان يعني اليوم أنا كتير أفضل إذا حدا بدي يترشح بأقصى الشمال وهو عارف أنه بدي ينتخبه ابن جنوب والعكس طبعا مزبوط حكما بيصير الخطاب طبعا وطني أكثر ومعتدل أكثر حكما وعلى أساس النسبية اللي هي ما بتلغي حدا وتعمل مساحة تحت قبة البرلمان للكل يجي ويعبر عن مشاعره تعمل اقتلاف وطني أكبر بكتير طيب بس اليوم بالواقع أيضا البعض يقول بأنه نتيجة الأزمة السورية لن يكون هناك انتخابات بتلاقي إذا بقي الوضع على ما هو عليه في سوريا والأزمة بعدها مثل ما هي نحنا في خطات لإجراء الانتخابات وبسوريا وإنه عندهم كل الأمور اللي عم تصيروا عملوا انتخابات نحنا ما رح نعمل لأ نحنا رح نعمل الانتخابات والقرار واضح أنه سيكون هناك انتخابات كيف شكل التحالفات ممكن يكون؟ تشبه 2009؟ لا نشوف إذا أنهم 60 رح تقوم بتشبه أنا رأيي رح يكون في مفارقة بين 2009 وال2013 بأنه التحالفات ممكن تكون متشابهة ببعض المناطق وممكن يكون فيه نقيضة بمناطق تاني يعني ممكن أنه نشوف مثلا مثلا تحالف بين الحزب الاشتراكي مع طيار مستقبل مثلا بشوفه ببيروت ومش بالضرورة نشوفه مثلا بعلاي أكيد نشوفه وفي عبدالعلاي بده يكون التحالف محوظ الله وبالتالي أنا برأيي إذا كاننا وصلنا على الانتخابات النيابية رح نشوف مزيق تحالفات غريب لم يشهدوا لبنان من قبل أعرفته وهو سيكون أساس ومادي للسخرية الكبيرة من قبل الجميع أولا أنا وياكي نقدرات قديش فيه أمل أنه حاضرتك تترشح عن تخابات نيابية لا ما بكير كتير نحن عندنا ما فيه يعني ما بيترشح لواحد يعمل نياب ما بيشهد واحد بيترشح ويجرب حظه يبقى الأمر للسياسة للسياسة وللحزب ولتحالفات الحزب وإذا كان فيه إمكانية أنه هو يسمى نياب حظبية ولا ما فيه إمكانية وبالتالي مش موضوع أنه هاتلا نجرب حظنا نشوف إذا هذا نحن على الأرض بالأصوات إذا بدي أحكي مثل ما هو قانون الستين نحن اليوم الحزب تبعنا بحظبية يأخذ أكثرية الأصوات الدرزية إنما هذا غير كافي لو واحد يطلع عني منه كافي وبالتالي من هنا يبقى تشاور مع الحلفاء بس ويردي عندك مش موضوع ويردي عندي أنا برأيي بكير نبحث فيها بس هي بدنا نشوف بالسياسة برجع مش أنه ويردي أو مش ويردي عندي أنا يعني لا يعني اليوم إذا كان القرار هو أن المير طلال هو يسمي النائب الدرزي في حصبية فيصبح فيصبح الأمر واقع وإذا كان القرار أنه لا تسميت النائب الدرزي تبعيت حصبية مش عنا نحنا يعني ما فيه ما فيه مش موضوع واحد بيجرب ولا ما بيجرب يعني موضوع حصل ملاء معناك وليد جمبلات ممتازة ممتازة؟ نعم ممتازة رغم هذا يعني نختلف نحنوية نختلف نحنوية نختلف نحنوية نختلف نحنوية على الوضع السوري اختلاف ديمقراطي له الحق بالتعبير عن رأيه كما يشاء وكما يريد بالجلسات نقوم بالنقاش ونعطي رأينا وهو يعطي رأيه وليد باك اما نحن فمتفقون فيما يحصل على الساحة في لبنان نحن متفقين طالما وليد باك ماشي معنا بخط حماية المقاومة ونحن معنا اشكالية نحنوية بس كمان بالاخر هذا التصريحات والصوت والنبرة والخطابات والاتهامات وايضا تطبيل اسقاط النظام في سوريا ما بأثر على علاقة نحن في المقابل نقول العكس في هذا الموضوع هو بيحترمنا رأينا ونحن بيحترم له رأيه كير مرتفع عادي وكيرت الديمقراطية في لبنان نحن الحزب الديمقراطية اللي بداني مش هيكسم حزبنا ايه بس هما دايما دايما بيكون قسم مش على مسمى لا نحن قسم على مسمى لا مش كحزب مو عادة يعني نحن بلد دايما بنحكي بالديمقراطية وانه اي ديمقراطية منه بس فعلا فيه شي كتير مميز انه نبرة نائب وليد جنبلات يمكن بأعلى مستوياتها وعادة اللي تتذكرنا بالألفان وخمسة بينما كل حلفاء سوريا لأنه فعلا حلفاء سوريا ما عم يتعرضوا لنائب وليد جنبلات نحن اليوم الوضع في لبنان يحتم علينا المضي بتحالفات بتحالفات معينة لنظل محافظين على البلد وليد باك بي موضوع لبنان ما فيه ولا اي غلطة عم يعمله ولا غلطة يعني راجعي كل بس هو هل هذا هو الدور يعني لسوريا عم تستوعبه هل قد انه خلي نائب وليد جنبلات انه لو انه بالعلن هو صوته مرتفع وهو قالب ولكن عنده دور تواصلي مع كل العالم ممكن يكون هو يعني بمكان المال ما نكمل موضوع ما عم يفهموا الناس وازاليوم بيطلع كان بالسابق ولد بيتعرض لسوريا بتقوم لقيامة بلبنان اليوم عم نحكي بيها القد من داخل حلف الأكثرية فيه صوت القد مرتفع صوت النائب والجملات وما حدا عم تعرض له نحن ننظر الا نائب العماد ميشيل عون نحن ننظر الى وتذكر الانتخابات حكينا عنها يعني بين الخطابات التهجمية بين جنرال عون ووليد بيك تذكر انه في انتخابات سنة 2013 ونحكينا كل واحد عم يشد يرجع عصب جماعته لعنده نحن اللي بنقوله موقف وليد بيك من المقاومة اللبنانية هو موقف مشرف وهذا ما يعنينا حاليا ونحن من هذا المنطلق ما في ولا اي اشكالية نحن ووليد بيك قراءتنا للسياسة الداخلية اللبنانية متطابقة 100% قراءتنا لدور الدروز الحالي في لبنان متطابقة 100% وهذا عامل جو طمأنينة وجو هدوء بال في المناطق الدرزية بلش بأيار المشؤوم ولليوم بعده ماشي ولن يتغير يعني انتو بعتكن على التواصل مع النايب وليزون بلغ ايه طبعا مع الوزير ويأموهاب في التواصل متقطع صديقنا يعني الوزير أنا على المستوى الشخصي بس الحزب مش كتير اصدقامة في خلاف بالسياسة في خلاف بالسياسة الداخلية الدرزية ايضا بكل هذا المزيك للتحالفات هل فعلا فيه في حلقة ناقصة ما بين العماد عون والنائب طلالرستين لا ليه نحكى بفترة عن هذا الكلام نحكى عن غيبك عن التكتول نحكى عن غيب الاجتماعات التنسيقية اللي كانت دائما تم وانه في قرب اكثر بين النائب طلالرستين والنائب سليمان باك فرنجي وطنينيتهم في بعض شوي نحن وسليمان باك فرنجي حلفاء للطيار الوطني الحر نحن لسنا طيار الوطني حر نحن حلفاء متحالفين بالسياسة بالاساس ما انطرح ولا يعني الا بالاعلام يمكن ان يكون وزير الحزب الديمقراطي اللبناني هو جزء من العشر وزراء تبعوه للطيار بالاساس ما انطرحت هذا الموضوع ومش هذه المعادلة وبالتالي لما اجوا الناس يسألوني انت ليه ما عم تروح تقولوني انا بالاساس مش متوقع مني ان نروح اما نحن لأ نحن في عنا على مستوى كيف يعني بالاساس انطرح بالاساسعم بالاساس يعني بالاساس لما انطرحت الحكومة مكان ما كان الاتفاق ان يكون الحزب الديمقراطي اللبناني من حصة التكتب محملي ولم يفاوض على اساس لا عفونا من حصة حاله لحاله هو حلفا حليف مع الكل هو حليف مع وزراء الحزب حزب الله هل كان مطلب مين حزب الله ما فيه مطلب ما حكى معنا بهذا الشكل يعني حكى بالإعلام أنا عم خبرك كلمة هي نحن بالنسبة لقلنا هن حلفائنا وتنسيق معهم بشكل دائم يتم وهناك يعني نحن في عنا موفدان متواجدان بشكل دائم مع الجنرال عون إن كان على مستوى نائب رئيس الحزب نائب السابق الاستاذ مران أبو فاضل اللي كل نهار خميس عنده جلسة مع الجنرال شخصيا للتنسيق وإن كان على مستوى نائب العور تماما نائب فادي العور هو موجود ويحضر كل الاجتماعات يعني نحن فيه تنسيق كامل نحن وياهن ما فيه ولا أي خلاف على كل حال أنا لما بيكون فيه بحث بملفات مالية ولا بملفات اقتصادية أجتمع مع الوزراء وأعطي رأيي إنما نحن عنا استقلاليتنا كمي بالحكومة ونعتبرون حلفة مثل هني بيعتبرونا بس البعض يقول أنه على طاولة مجلس الوزراء يعني البعض بيعتبرك وزير من ضمن حصة أو من ضمن وزراء أو مقرب من رئيس مئاتي هلأ أنه سبب اقتصادي لا 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 أنه بينحكى أنه فيه البزنس مال أنه وجمعت البزنس مال بتاجم علينا أنا بفتخر بإني كنت رجل أعمال وأعتقد الحمد لله رجل أعمال ناجح لا أنا ألتقي مع رئيس مئاتي بالمنطق لما يكون عم يطرح شيء بالمنطق وبمطلق الحالات إذا كان تم أي تصويته ورئيس مئاتي بيعرف هذا الموضوع إذا كان فيه أي تصويت على أي موضوع بالسياسة فأنا لا أصوت مع الرئيس مئاتي لا أصوت مع الحلفاء إذا كان تصويت بالسياسة أما إذا كان التصويت عامة على موضوع إقتصادية وعندي رأيه ما أنه تصويت سياسي لا أعطي رأيه ولو كان مخالف لبعض بس إيه بكون التصويت حاسم عم بتبين أنك عم بتكون أقرب إلى يعني بسيه بأكثر من مكان تبين أنه مثلا بقضية الوزير شرب النحاس أنت كنت من الأشخاص اللي مؤيد لاستقالة الوزير النحاس مين حكيها الحكاية ده الوزير لا مش مزبوط أنه كنت مع توقيع المرسوم وقلت فيه مخالفة دستورية إيه طبعا أنا بالنسبة لألي على كل حال كلنا كنا مع توقيع المرسوم وقلت ما كان استقال الوزير النحاس يعني كلنا كنا مع توقيع المرسوم بما فيهون جنرال عون آخرة النهار ممنوع وزير مين ما كان يكون نسيه أنه عم نحكي على الوزير النحاس ما فيه قرار يعني إذا كل وزير فيه عطل قرارات مجلس الوزراء صار عندك أنت بالبلد 30 وزارة لا بس أنتو إذا كل مجلس الوزراء بيطلع بمخالفات كمان عفوا يعطي الوزير رأيه المخالفات لا يقرر إذا كانت موجودة وزير بس مهي مكرر سابقا يعني وصلكم مرسوم بجا ما طعون فيه يعني نسيه بيطعم بيطعم فيه بالقضاء مش الوزير بيقرر ما طعن فيه قضاء رجعت بصد منظوية ما طعن فيه لا ما طعن فيه قضاء مجلس شورى عطى رأيه ورأي مجلس شورى ليس ملزما للحكومة هو رأي استشاري رأي استشاري القرار لما بياخده مجلس وزراء على الوزير أن ينفذه لو هو كان يمسوت ضده هلأ إذا كان فيه إشكالية قانونية سيطعن أحدنا بهذا المرسوم والقضاء بيبطلو مش الوزير بيتمنى عن توقيعه يعني وصلنا نحن مع الوزير نحاس صديق شربر بعرفه من أخي 20 سنة وصلنا نحن معه يا أخي مضيه كتوب على المرسوم مع التحفظ أو بكل تحفظ ومضيه عمل هيك لا ما مضى 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 التحفظ ما مضى مضى كتاب أرفق في المرسوم غير موقع بعد ما كان تعهد مع الجنرال ورح يمضيه من هون إن شاء الله عنه الغطى بس هون كمان بيّنتوا أنه أنتوا كسلطوا ما قدرتوا تكرروا يعني كتير نحكى بأنوا العمل ومشروش شرب النحاس ورح يمروا بمجلس النوات وما مرأ لأنه أنا برأيي كان في بعض الطرحات جديرة بالبحث من اللي كان عم تراحل وزير النحاس إنما حذرنا نحن من أنه أن تدخل الدولة بالشطور تبع المعاشية وتدخلت الدولة وما كانت النتيجة سألي كل اللبنانيين اللي حكينا على الهوى عندك هون وحكينا يمكن بغير محلات كمان كنا عم نحكي إنه لما الدولة بتتدخل بالشطور عم بيحكي من وجهة اقتصادية ما عم بيحكي سياسي لما الدولة بتفوت بالشطور وتعطي زيادة غير مبررة أعلى من يعني طبعا دولة ويجباتها تأمن الحد الأدنى للأجور لما بتتدخل بالشطور الثاني وباللي معاشيته أكتر من الحد الأدنى تخلق فورا تدخل بالأسعار أسألي كل اللبنانيين اللي بعيشوا على المعاش إذا المعاش الجديد اللي هو أعلى لنفطرة 300 ألف ليرة من مكان إذا عم بيشتريلهم أكتر غراض ولا إذا عم بيشتريلهم نفس الشي غراض ولا أقل أنا أعتقد أنه صار أقل عم بيشتريلهم نظبوط لأنه تدخل زدتي من ميلي وعملت تدخل من الميلي تاني شو انتفعنا؟ بينما لو نحن عملنا زيادة على الحد الأدنى الأجور فقط وتوقفنا عند هذا الحد لكان الوضع في البلد لناحية التضخم أفضل بكثير طيب أخيرا شو اللي بيخليكن كأكثرية بمعنى الأكثرية السياسية حزب الله أمل دكاته تغير والإصلاح شو وحلفائه شو اللي بيخليكن تستغيروا له من الحكومة؟ إمكانية إعادة يعني إعادة تعيين حكومة بشكل سريع يعني إذا نحن وصلنا على مرحلة معتبرين أنه فينا نعمل حكومة أفضل من هذه الموجودة بشكل سريع ما نفوت البلد بفراغ حكم بتصور متحمس على هذا الموضوع الساعة يعني حضرتك مع استقالة الحكومة لأنه لابد من أفضل إذا في بديل إذا في بديل أفضل إذا ما في بديل أفضل طبعا لا أنا اليوم مني شايف في بديل أفضل بس إذا كان الأفريقاء السياسيين تفقوا بين بعض على حكومة أفضل من الحكومة الحالية فأنا طبعا مع شو الزرف السياسي اللي بيخلي هذه الحكومة تسائل؟ أنا برأيي الوضع الإقليمي الوضع الإقليمي والطورات الوضع الإقليمي بدءا من سوريا وانتهاءا بمصر والسعودي وكل ما يعصد الصودي أمني شبيه بطرابلس ما بخلية سي بالعكس بدك هاي الحكومة تظل موجودة ومش بصفة تصريف أعمال من شان لا سمح الله إذا تكرر المشهد في طرابلس أو غير طرابلس وزير الدولة مروان خير الدين أهلا وسهلا فيك شكرا جزيلا لإلعاك شكرا لتلبيتك الدعوي مرحبك دائما في السيديوهات الجربيت شكرا جزيلا لشهيدين شكرا لحسن المتابعة غدا حل أجديد بل نروش تحدث وكونوا على الموعد شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة